اشتركوا في القناة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية شرك الأشقاء في السعودية مملكة البحرين الاحتفالة بالأعياد الوطنية وعمت المظاهر الاحتفالية حيث توشحت أبرز المباني والأبراج في العاصمة السعودية الرياض بألوان العلم البحريني كما وضعت لوحات تعبر عن ذلك الاحتفاء أما في الظهران فنظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء فعاليات متنوعة للتعبير عن مشاعر المحبة والأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والبحريني وعمق الروابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كما تضمنت الفعاليات تزيين برج إثراء بألوان العلم البحريني وعبارات الأخوة والوفاء ومعرض البحرين في صور الذي يعرض تاريخ مملكة البحرين والمواقع الأثرية فيها وإقامة أمسية شعرية للشاعر علي عبدالله خليفة بالإضافة إلى توزيع الأعلام السعودية والبحرينية وهدايا تذكارية تتعلق بالمناسبة المطارات أيضا شاركت البحرينيين فرحتهم فتوشحت صلاة مطار الملك خالد الدولي بألوان العلم البحريني متضمنة عدة فعاليات مختلفة وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين مطار الملك عبدالعزيز الدولي شارك البحرين فرحتها وأقام احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية وزع خلالها الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج ووضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الفرحة بهذه المناسبة وشارك مطار الملك فهد الدولي أيضا البحرينيين فرحتهم وأقام أركانا خاصة وفعاليات من التراث البحريني حضيت بإقبال وتفاعل كبير من المسافرين كما شاركت إدارة جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم في هذه الفرحة العامة والتي تضمنت توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج